بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن الميثود أوبشن فكرة الميثود أوبشن تنقسم لمحاضرتين في محاضرت اليوم راح نحكي عن السكوير بركت وهي الأقواس المربعة وهذا راح أفهمك شي يعني أوبشن في البداية في عندي مثال زي ما أخذنا في المحاضرات السابقة عن اسم الميثود مايينفو وفي عنه هنا براميتر string first name وانتجر edge وبداخل الميثود في عندي جملة طبعة first name وعندي المتغير اسمه first name والedge والمتغير الedge وهنا نوع الميثود فويد وعندي الاستدعاء يعني عندي الكول مايينفو وعثت له محمد وثلاثين حكيان عن هاي هي الارغمينت طبعة في التي وانت عارف انه محمد راح تتخزن جوه first name والثلاثين راح تتخزن جوه الedge فكرة الـ optional انه انا مثلا شفت الـ edge هاي ما بدي اجبرك انك انت تبعث لي القيمة كل مرة انت منتبه هسا انك انت دائما بتبعث لي القيمة كيف بداخليها optional؟ optional يعني اختياري هتنتبه هون اني عملت string first name, square bracket وحطيت بداخلها انتجر edge هاي الحالة بحكي له انه الـ edge optional مش لازم تبعث لي اياه طلع هسا كيف راح يتغير في الكود؟ في الماي انفو انا بس بعثت محمد طب وين الـ edge اختياري بعثتها ما في مشكلة ما بعثتها برضو ما في عندك مشكلة لكن شايف هسا هون الـ integer edge هاي الـ compiler عنده تحفظات عليها بدي اسألك هسا سؤال وارجع لفكرة الفاردة integer edge معناته شو القيمة راح تتخزن جوهاتها؟ صح نل edge اسم الصندوق integer الـ data type واذا انت ما اعطيت قيمة شو راح تتخزن راح تتخزن نل؟ وبحكي شرحناه بالتفصيل في المحاضرات السابقة هس الـ compiler شو بيحكي لك انا هيك حزعل منك ليش؟ لانه انا ما بقبل اخزن نل بهالطريقة علمتك اكثر من طريقة لحل هاي المشكلة اكيد انت متذكر انه اول طريق لحل المشكلة ان انا اعطيها قيمة او خلني احكي default value متذكر؟ وقلت له هنا انتجار edge تساوي سفر شو معنى كلامي؟ اذا انت ما بعثت لي الـ edge خلاص انا بعطي default 0 لكن انت تحكي لي انا بدي اياه تتخزن نل يعني اذا انا ما بعثت الـ edge تتخزن نل عادي ومتأكد انه الجواب عندك شو سويت انا هسه؟ question mark شو علمتك اياها؟ وهو شو صار انه انتجار ممكن تكون نل ممكن تكون قيمة فساعتها راح يقبلها فكرة الـ optional بكل بساطة هي تطبق على ايش؟ على البراميتر والفكرة منها بتخليك لما تبعث انت القيام مش اجباري ممكن تبعث القيمة وممكن لا خليني اوضح لك الفكرة في الكود عشان توضح 100% انشأت لك فولدر جديد 24 مثل optional square انا اكبر لك يهاش تشو كلمة square ايه optional square وفي عندك الـ main.dart جوا الـ main.dart في عندك هون الـ void main وفي عندك هون الـ documentation سريعه وبحكي لك انه الـ query bracket هي عبارة عن شو؟ عبارة عن الـ optional تمام؟ بدنا نطبق فكرة الـ optional على method void و method return void with optional و هون نكتب ايش و هون نكتب ايش الـ query bracket في البداية ستحكيلو void my info و هاي bracket و هاي كله bracket هايكون في عندي string first near هاي كما بعد هك راح يكون في عندي integer ايش داخل الـ method راح اعملي print و هكي له هنا الـ first near dollar sign first near ها داخل نعملكمه بعدين الـ edge و ها الرأسيتين dollar sign edge و هاي سمي كورة و بعد هك راح انزل لتحت و اعمل كور طبعا الحكي ها بكل شرحناه احنا في المحاضرات السابقة هاي my info bracket و هاي سمي كورة طبعا انا في عندي مشكلة بالـ فيجوال استيديو كود شكله معنك و هاي تكليك و ارجع افته مرة ثانية في الضبط هس اشتغل فيجوال استيديو كود طيب شو انتبهت و هاذا الخطأ بدي اشوفه انا احتيلي هون 2 position argument expected by my info لازم تعطيني 2 argument يعني بجبا وقت تعطي القيمتين هاي محمد و هاي كومة و هم يدحكي مثلا خمسة في بعض الشغلات بتذكر هون بشرة انا ما حكيت لك عن فكرة انه لازم تبعث عن نفس ال data type يعني ما بزبط مثلا تبعث هنا انتجر وهون string ليه انه حكيت لك اول قيمة بتروح لأول براميتر و ثاني قيمة بتروح لثاني براميتر يعني القيم انت بتدخله هون هي argument بتترتب على البراميتر نفس الترتيب فاول واحدة اذا وقفت على my info قل لك string ثاني واحدة هي انتجر اذا وقفت على my info فاول واحدة نوعها string والثانية نوعها انتجر هاي معلومة مهمة لازم تكونين تعرفين طيب حد الان هذا كله اخذناه احنا في المحاضرات السابق بدي اجي هسه على الage وخليها optional كده خليها optional عن طريق مباشرة الكمبيلر زين مني قال لي انت ممكن هاي الage ما تبعث لي اياها هتقول له لا هنا بعثتلك اياها الكمبيلر ما بفهم هيك الكمبيلر بيقول لك انت هسه بعثتلي اياها صح لك بتقدر تحذفها وانت هسه صفيت مش بعثتلي اياها واكيد انتبهت انه ما اعطاني error ليه لانه الage صارت optional ما بيجبرك تعطي دفاليو في الكول اللي هي الارغنت لكن هيعطيك error في البراميتر انا بيقول لك في عندك اكثر من حل الحل الاول انك تعطي default value السفر ما رح تأثر على النتيجة لو عملت run فلين اكبر شوي debug first name محمد والage zero ليش الage zero انه انت ما بعثت القيمة وفي الحالة هاي شو قيمت الage zero طب لو بعثت قيمة مثلا حكيت 30 شو رح يصير وهي المفروض اني اشرحت لك اياها مش حكيت لك دايما انه اخر قيمة هي تتخزن في الممر فلما اعطي انا 30 رح يشطب على الزيو ويخزن جوه الage 30 تعني تأكد؟ بالضبط هي الage 30 وهي اول طريقة انت عرفته طريقة ثانية بكل بساطة بخليها ممكن تكون null اشيل الزيو زي هيك احكيله عادي حتى لو كانت null ما في عندك ولا اي مشكلة وخليني اشيل الثلاثين في الحالة هاي شو رح يطبع لك رح يطبع لك null هاي يطبع لك null هاي يطبع لك null اذا بعثت قيمة برضو مش رح يزعن منك وهي يطبع لك الزيو الثلاثين اتمنى انه تكون فكرة optional صارت واضحة انا متأكد كمان رح تسألني هل بدر اخلي كل المتغيرات optional او خليك بشكل صحيح كل البراميتر optional ويقول لك بتقدر رح انسخ نفس الميثود وخليلك اياه كل optional طبع انت عارف نقطة مهمة انه ممنوع يتكرر نفس اسم الميثود جبه الملف ودحكي هو my info مثلا 2 ليش الفيرس نيمز علانا عشان انا مش معطيها default value او معطيها ال question mark لكن في الحالة هاي بدي اخليها default value اللي هي string فاضي لو هسه اجتنا date على ودحكي my info 2 فحتنتبه انه ما رح يعطيني ولا اي ارض ليه؟ لانه الفيرس نيم والأيج هم الاثنين optional لو عملت هالصران سيفت وسويران قال لي الفيرس نيم فاضي والأيج نض اتوقع اتوقع هسه الفكرة صارت واضحة مية في المية وممكن تسرح لك كمان سؤال هل بقدر؟ اضيف optional بس على اول براميتر هاي ما ينف 3 بقوله ال ايج بديش ايها تكون optional بس بدخلي الفيرس نيم optional وهونا ما بزبط ركز معك انه ما بسمح لك في السكويري براكت لتخلي اول براميتر optional في الحالة هاي بكون اطبقت لك كل الكيسيس اللي انت رح تفكر فيها اتفقنا بتقدر تخلي متغيرات نهائية مثلا الثاني والثالث والرابع والخامس optional عادي وبتقدر تخليهم كلهم optional لكن ما بتقدر تخلي اول واحد optional تمام؟ ونحط رائعك عليها زي هيك ونقول لك اياها باللون الاحمر مثل احكي لك error اخر الاشي نطبقه مع بعض وهو Retair Retair with optional احسن في نقطة شرحت لك اياه هي الvar بدي ارجع احكي لك نقطة بسيطة عنها var مثل احكي X تساوي عشرة اكيد انت متذكر الvar الvar هي بتقبل string و integer و double و pull صح؟ هتقول لي اه هي كانت اشي خطير تقبل كل اشي لو سألتك هسا شو نوع الvar هتقول لي والله انا مش عارف هي بتقبل integer و string و double و pull تقبلهم كلهم والاشي اللي بيقبل كل انواع ال data type نحكي عنه dynamic اذا وقفت على ال X هتقول لك integer لكن لو مسحت العشرة بهذا الشكل وقف على X شو حكي لك dynamic ما معنى كلمة dynamic انه بيقبل كل انواع ال data type طب انت اشي رجعت له هاي النقطة وانا قعد بسجل قبل شوي ذكرت انه هاي النقطة ما حكيت لك اياه وهاي النقطة من اهم النقاط هتلاقيها ب Flutter اغلب الميثود راح نستخدمها ب Flutter بترجع dynamic كيف يعني؟ تعال نشوف مع بعض على سبيل الميثود على سبيل الميثود بيرجع الفون name تمام؟ بدي احكي له مثلا الفون name هاي bracket هتبعث لي اول اشي string مثلا first name واذا حكيت لك بعد هيك last name هاي last name انتبه انه انا ما حددته data type هل بزبط؟ بزبط عادي بدون مشاكل لكن اذا وقفت على last name شو نوعه؟ نوعه dynamic بتقدر تكتب هنا dynamic عادي بدون اي مشاكل اذا كتبت او كتبتاش هي حتكون اصلا dynamic شو يعني dynamic هس شرحت قبل شوي يعني last name ممكن بتنادي عليه زي هيك مثلا full name انتبه انه اول وحدة لازم تكون string فهي محمد طيب اما last name لو بعثت له خمسة ما رح يزعل ليه؟ لانه اللاست name شو نوعها dynamic بتقبل كل انواع data type بعد هيك بدي اعمل انا هسا هون retail هاي الريتيل رح تكون عبارة عن first name وبعدين last name سؤالي اليك هسا الفون name مش قعب يرجع صح؟ هلا كتبت هنا data type لا لا ايش تتبع تنكتب تلقائيا فكر فيها برافو عليك dynamic اذا وقفت الساعة الفون name هو هسا تلقائيا استنتج الكمبيلر انها string ليه؟ انه انا حطت له هنا single quotation عرف انه هي string لكن افرض انه انا عندي متغيرات dynamic زي هيك last name قابرة تجعله انا dynamic في الكمبيلر في الحالة هاي ما رح يعرف شو القيمة راجعة بسا عادتا شو حيحكيلي انه الفون name شو برد جعلك dynamic انا متأكد هسا انك انت شايف فكرة dynamic ملهاش اي فائدة ما نعارف انه هاي string ونتجر وو صح؟ لكن اقوى التنفيذ الى رح يكون ب flutter ورح اذكرك في هاي النقطة لكن هسا قرفنا انه ال dynamic شو معناتها انها بتقبل كل انواع data type ما الها نوع محدد ممكن ترجعلك string ممكن ترجعلك double ممكن ترجعلك integer وعلى سبيل المثال انا هسا بعثتي ال integer داخل last name ورجعتلك اياها هسا هون شو بكتب الفون name بتكتب هنا result بدي اسألك شو اكتب هنا integer ولا double ولا var لانه var لانه ال var هي اللي بتقبل كل انواع data type مش full name برجع dynamic هتقول لي صح؟ ساعدها رح تتخزن جوا ال var لانه ال var بيقبل انك تتخزن كل انواع data type وحونا عشان كون احنا شغلين صح شو بكتب dynamic في الحالة هانا اطلع شو رح يصير ثرى سيتين dollar sign result وشوف شو رح يصير معي رح اعمل run result طبعا لل result خمسة لابعثت له هسا double وحيزان لا ليش لانه دائما انك تقبل كل انواع data type وحتى الميثود بيقبل يرجع كل انواع data type ممكن ارجع انتجر ممكن ارجع دبل ممكن ارجع بوليا ممكن ارجع string ولما انادع الميثود القيمة الراجعة تتخزن جوا result والريزالت ما عرفته انتجر و دبل و بول و سترينج ممكن يصير عندي مشاكل في النقطة هاي عرفته var ليش عرفته var لانه var ابتقبل كل انواع data type هنعمل run هاي خمسة بوعد خمسة لو بعت مثلا السيد هاد رح يزعن مني بوزعن عشان مسحة ايش bracket اندي bracket وان وهي طبعي هون السيد اتمنى انه تكون الفكرة صارت واضح طبعا فيش دعا اشرح لك فكرة optional انه صارت سهلة بالنسبة لك متأكد انا الازيك سوكوير لبراكت اول شغل انتبهنا عليها انه ما خلتها تدائنينك هل اعطاني error لا صح لو مسحت السيد زي هيك هل اعطاني error لا طبعا عملت run شو رح يصير رجع لي اياها null والحكاية اللفت عليها كلها عشان نقصة هاي انه هون انا ما اعرف انا اي variable او اي متغير او اي براميتر اسمي بالذكية و خلي الى داتا تايب الى dynamic هو حرفيا ممكن يكون null لو رجعت في الذاكي الى ورا فالكمباير بسيلي شيك هاي السترنج هل هي دبل هل هي بوليان هل هي انتجر واذا ما لقى ولا واحدة فيهم ساعدتها شو بيغزنها على شكل نال وعشان هيك فلتر بيستخدم كثير فقرة الدايمك عرف انه هاده مش فلتر هي دارت لكن كل اشي مرتبط ببعضه اول شغلة في منها انه الدايمك حتى لو خليتها اوبشنال وما بعثت قيمة هو مباشرة رح يخزنها نال يعني ما في داين اعطي ديفولت فاريو اتفقنا واذا اعطيت ديفولت فاريو برضو عادي بشان ده مشكلة طب لو حطيت كوستين مارك بيأثر شو قالك يا صاحبي هون قالك هاي الكوستين مارك اني كريس يعني غير ضرورية بكوز انه الدايمك از نانابل ايش يعني نانابل يعني مقبل النال واذاوت ات يعني او سمحت اشطبلية وكل اشي شرحت لك اياه فوق عن فكرة الابشنال في الطبق هنا على الريتين بشي اختلاف مو اصلا نفس بعض براميتر لكن القوة اللي شرحت لك اياه في نهاية محاضرتنا اليوم هي الدايمك تقولي في التعليقات اذا قدرت اوصل لك الفكرة بشكل سلس وبسيط اتمنى من الكل يعلق وكالعادة اذا احذرت المحاضرة النهاية اعلق اي تعليق بدك اياه وضيف معا الوردة ومشوفك ان شاء الله في المحاضرة القادمة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة